ميليشيا الحوثي تنكر وجود نحو ثلاثة آلاف معتقل في سجونها اتهام حكومي جديد بعرقلة الميليشيا الانقلابية لاتفاق السويد هذه المرة جاءت العرقلة في ملف الأسرة بعد إنكارها لوجود أكثر من ألفين وتسعمائة وأربعين معتقلا من أصل ثمانية آلاف وخمسمائة كان الوفد الحكومي قد رفع بأسمائهم في الكشف المقدم في المشاورة الحكومة في بيانها أكدت أن الميليشيا تحاول إخفاء هذه الأسماء لأسباب غير معلومة رغم وجودهم الفعلي في معتقلاتها وبالإضافة إلى إنكارها وجود ثلث قائمة الأسرة والمعتقلين المرفوعة من قبل الوفد الحكومي لم توضح الميليشيا حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن وهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والقائد العسكري فيصل رجب ومعهم أكثر من مائتين وثلاثين اسما آخرين الحكومة من جانبها أكدت التزامها بشأن ملف تبادل الأسرة حيث كان من المقرر بدء عملية التبادل في التاسع عشر من يناير المقبل وقبل أيام وصل وفد حكومي إلى مدينة سيئون في إطار إنجاح الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة التحذيرات الحكومية للميليشيا من استمرارها في عرقلة ملف الأسرة والمعتقلين وتواصل خروقاتها العسكرية في مدينة الحديدة صاحبها مطالبة للمبعوث الأممي مارتين جريفث بالضغط على الميليشيا من أجل تنفيذ الاتفاق التحارف من جانبه أكد ارتكاب ميليشيا الحوثي تسعة وعشرين خرقا خلال يوم واحد في مدينة الحديدة وشملت استخدام الهاونات والأر بي جي والصواريخ الحرارية والعبوات النازفة ورماية القناصين